تتساعد الإجراءات الحوثية الهدفة لتدمير القطاع المصرفي والشركات الخاصة في اليمن السيطرة عليها ما أجبر الكثير منها على الإفلاس وإجبارها على بيع أصولها جمعية المصارف والبنوك اليمنية في صنعاء حذرت من استهداف مليشي الحوثي للنشاط البنكي والمصرفي بهذا القطاع الحيوي ومساعيها للإفلاس بهذه الشركات لصالح شركات تابعة لقيادتها الجمعية دعت المليشي للالتزام بالمادة الخامسة من قانون البنك المركزي الذي يحصر عليه إدارة النشاط المصرفي والبنكي مبينة أن المليشي تسعة للسيطرة على خمسة عشر تريليون ريال نصفها ديون على الحكومة وأخرى على القطاع الخاص مصادر مصرفية في صنعاء أفادت أن المليشي الحوثية تسعى للسيلاء على أموال الموضعين والتجاري لدى البنوك والمصارف وقد عملت على أعداد مشروع لمنع الفوائد في المعاملات المالية لدى البنوك والمصارف تمهيدا لإقراره بشكل رسمي تحت مبررات واهية ولا علاقة لها بالعمل التجاري والمصرفي وعلى وقع الممارسات الخوثية الهدفة لتدمير الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة الفقر والبطالة والسغلالها لأهداف سياسية وتمويلية باتت مشاهد نساء وأطفال اليمن يبحثون عن بقايا الطعام داخل أكوام النفايات في شوارع العصمة صنعاء ومحافظات أخرى مجاورة لها أمرا مألوفا وسطا عدم فرص العمل وتفشي رقعة الفقر ونهب مرتبات موظفي الدولة ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة نهاية العام 2014 شهدت السوق المصرفية انفلاتا كبيرا وانتشرت المئات من محل وشركات الصرفة غير المرخصة أو التي تديرها قيادات حوثية لتوفير العملة الصعبة لها لتلبية احتياجات استثماراتها التجارية التي جاءت على حساب القطاع الخاص التجاري القائم منذ عقود وهو ما جعل من تلك المحل والشركات منصة مصرفية بدلا عن البنوك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة